اشتركوا في القناة اما النهاردة ان شاء الله هنبدأ ندرس الصخور الرسوبية ما ننساش المعلومة اللي احنا بنأكد عليها ان بيتم تصنيف الصخور ونوعها على حسب الطريقة اللي تم تشكيلها بيها واحنا قلنا كمان ان احنا معانا 3 انواع من الصخور المختلفة النارية والرسوبية والمتحولة والنهاردة ان شاء الله هنبدأ ندرس الصخور الرسوبية من اسمها الرسوبية معنى كده ان هذه الصخور تشكلت من بعض الرواسب فبالتالي لازم اعرف ما هو مفهوم الرواسب نقدر نقول ان الرواسب تتكون من شظايا صغيرة جدا من الصخور عندما تتفتت وتظل هذه الصخور في الحركة حتى تستقر في النهاية خارج سطح الماء زي مثلا الفيديو اللي موجود معانا دلوقتي زي ما احنا شايفين موجود على هذا الشاطئ بعض رواسب الصخور اللي تم تفتتها بفعل الامواج او غيرها من العوامل اللي بتستقر في النهاية زي ما قلنا خارج سطح الماء وممكن الرياح تدفعها من وقت للتاني وبتتكون عندي الرواسب بهذا الشكل الصخور الرسوبية نشأت من هذه الرواسب زي ما هنشوف مع بعض دلوقتي بنجد انها ممكن اعرف منشأ الصخور الرسوبية ونقدر نقول ان هو تجمع لطبقات من بقايا الصخور الرواسب والطين ومع ترقم الطبقات يعني طبقات فوق بعضها البعض تبدأ هذه الطبقات تنضغط مكونة الصخور الرسوبية يبقى هنا عندي امر مهم جدا في وجود هذه الصخور ان ممكن نجدها على شكل طبقات وهذا امر مميز لا نجده الا في هذا النوع من الصخور ممكن نجد امر تاني مميز وهو ان ممكن هذه الصخور تحتوي على بقايا النباتات او بعض الحيوانات وخاصة الحيوانات البحرية وهنا اللي بنطلق عليها مصطلح الاحافير الاحافير هي بقايا الكائنات الحية اللي ممكن نجد دليل لها على وجودها في الصخور تعالوا نشوف مع بعض دلوقتي كيفية تكوين وانضغاط الطبقات هنا معاي الرواسب والرمل اللي بيحملها الوادي الى مجرى الماء بنجد عندي تراكم هذه الطبقات طبقة تلو طبقة تلو طبقة انما عندي حاجة مهمة جدا ان احنا بنجد الرواسب القديمة طبيعي انها تكون من الاسفل والرواسب الجديدة او الطبقات الجديدة هي اللي بتكون من اعلى نتيجة وجود هذه الطبقات وتجدسها فوق بعضها البعض بتنضغط وتكون لي الصخور الرسوبية وهنا معاي سؤال مهم جدا يا ترى كيف يمكن تمييز هذا النوع من الصخور وتمييزه عن الصخور النارية والصخور المتحولة اذا انتبعتوا معانا في بداية الحلقة كنا بنتكلم وبنقول ان احنا ممكن نجد فيها احافير وممكن نجد كمان هذه الصخور على شكل طبقات او على شكل حبيبات وهنا فعلا دي الثلاث ادلة اللي بتدل على ان هذا الصخر صخر رسوبي يبقى بنجد انه بيتكون من طبقات زي ما احنا شايفين وممكن كمان يحتوي على حفير وايضا بيتكون من حبيبات مسامية ملتصقة معا بهذا الشكل زي مثال الحجر الرامي اما دلوقتي معانا امثلة للصخور الرسوبية وطبعا لازم نذكر مثال لكل نوع من انواع الصخور زي ما درسنا قبل جدا انواع الصخور اللي معانا مثل الحجر الرامي او الحجر الجيري بيختلف منشأ هذا النوع من الصخور لانه بيتكون عند تشكل وضغط حبيبات الرمل معا فتشكل نوع من الصخر الحجر الرامي اما الحجر الجيري او بيطلق عليه الحجر الكالسي ليه؟ لان منشأ هذا الحجر عبارة عن رواسب من قشور الحيوانات بالاضافة ايضا للرواسب الخاصة بنوع الصخر وبالتالي بنجد ان اكثر مكون كيميائي فيها هي كربونات الكالسيوم علشان كده ممكن نطلق عليها الصخور الكلسية نسبة لوجود كربونات الكالسيوم تعالوا نشوف مع بعض شكل الحجر الراملي زي اللي موجود معانا بهذا الشكل اما شكل الحجر الجيري بيكون معانا بهذا الشكل تعالوا دلوقتي نشوف استكشاف مهم جدا بنشوف في مدى مسامية الصخور يعني قدرتها على الاحتفاظ بالماء المكونات اللي معايا هتكون بسيطة جدا انا محتاجة ميزان لكي استطيع طبعا تحديد كتلة الصخور بالاضافة ان انا معايا نوعين مختلفين من الصخور الرسوبية وعندي طبقين مملؤين بالماء الخطوة الاولى اللي هابتدي اعملها هو اكيد وضع هذه الصخور على الميزان وقياس كتلتها الصخر الاول ابدأ اقيس كتلته واسجلها وبعدين الصخر رقم اتنين طبعا اكون مميزة الصخور بارقام علشان اقدر اسجل البيانات بشكل صحيح انا كده وزنت الصخور وهي جافة دلوقتي هنبدأ نضع هذه الصخور لفترة معينة في داخل اطباق الماء بشرط انها تكون مغمورة تماما تعالوا تشوف مع بعض نبدأ نضعها في الماء بهذا الشكل لفترة زمنية معينة وبعدين اخرجها من الماء واقيس كتلتها مرة اخرى على الميزان بعد قياس كتلتها مرة تانية اقدر احسب كمية المياه اللي موجودة داخل الصخر وطبعا الصخرة اللي هتبقى كتلتها اكبر معنا كده انها بتحتفز بالماء بشكل اكبر بعد قيمنا بالتجربة تعالوا نشوف الاسئلة المصاحبة كيف يمكنك معرفة اي الصخور اكثر مسامية احنا قلنا ان الصخرة الاكثر مسامية هي الصخرة اللي بتزداد كتلتها بعد غمرها بالماء يا طرى ليه لان هذه المسام بتتشبع فيها جزيئات الماء وزي ما احنا شايفين بتنتص جزء كبير منها يبقى ما كانش عندي فقط كتلة الصخر لا بقت اصبحت كتلة الصخر وكتلة الماء وبالتالي هذه اللي بنطلق عليها المسامية ما المتغيرات التي يلزم ابقاؤها كما هي لاجراء اختبار عادل وما هي المتغيرات التي يصعب ابقاؤها كما هي ممكن نصمم جدول نضع فيه الاجابة على هذه الاسئلة المتغيرات اللي احنا بنجعلها ثابتة علشان نحصل على اختبار عادل ممكن يكون حجم الصخور المتغير الاخر مدة بقاها في الماء يعني يكونوا كلا الصخرين وضعتهم في الماء لنفس التوقيت مثلا مش صخر يكون خمس دقائق والصخر الآخر عشر دقائق هذه عوامل مهمة جدا اما المتغيرات اللي احنا يصعب علينا ابقاؤها كما هي ان طبعا الصخور بما ان اشكالها غير منتظمة فبيصعب تحديد حجم عينات الصخور يعني ما اقدرش يعني بشكل اكيد وبشكل مئة بالمئة احصل على صخرين متماسلين في الحج اما الجزء الآخر من الاسئلة ما الادلة التي يتعين عليك البحث عنها لمعرفة ما اذا كانت هذه صخرة رسوبية ام لا اكيد طبعا هبدأ ابحث عن بعض الرواسب وانها تكون موجود فيها الاحافير او ان هذه الصخرة تحتوي على حبيبات مسامية او ممكن دليل اخر ان يكون عندي هذه الصخرة موجودة على شكل رواسب يعني طبقة تلو طبقة يبقى هذه الثلاث ادلة بتخليني اعرف نوع الصخرة اذا كانوا رسوبي او لا والصخور الرسوبية المعلومة هي الوحيدة اللي ممكن اجد فيها نسخة من الاحافير اما الصخور النارية مش ممكن اجد فيها احافير والصخور المتحولة ممكن اجد فيها بالقيام ببعض البحث بطريقة كيميائية معينة اما السؤال التاني اشرح سبب مسامية الصخور الرسوبية لان احنا قلنا ان هذه الصخور تم انضغاط الحبيبات مع بعضها البعض نتيجة ضغط هذه الحبيبات تركت فجوات بين هذه المسام هذه المسام بعد كده اللي سمحت بمرور جزيئات الماء من خلالها اما النقطة رقم 3 اشرح سبب عدم وجود الاحافير في الصخور النارية مطلقا احنا تناقشني في الجدء ده يعني من لحظات قليلة وقلنا ان مش من المنطقة ابدا ان احنا نجد احافير او كائنات حية موجودة في الصخور النارية يا طرى ليه؟ لانها تشكلت وكان اساس وجودها في باطن الارض من مواد منصهرة يصعب جدا وجود كائنات حية ماتت ودفنت واصبح وجودها بيدل على الاحافير عشان كده ممكن نجد نشاط الكائنات الحية على الصخور اللي موجودة وبتتكون على سطح الارض مثل الصخور الرسوبية يعد حجر الخفاف مثلا للصخور النارية المسامية كيف يصبح هذا الحجر مساميا؟ لان ببساطة تكوين المسام بيعتمد على درجة برودة الصخر زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت وبالتالي لما بيتم انحباس فقعات للغاز في هذا الصخر مثل صخر الخفاف بيحتوي على بعض المسام تعالوا نشوف مجموعة اخيرة من الاسئلة موجودة عندي هذه الكلمات بناخذ منها وبنكمل الجمل العلمية بهذا الشكل تتكون الصخور من طبقات طالما هنا وجدت عندي كلمة طبقات يبقى طبقات من ايه؟ من الجزيئات تستقر فوق بعضها البعض وتتعرض لايه؟ للضغط الاسفل بنطلق عليها الصخور الرسوبية الدليل على وجود كلمة الصخور الرسوبية حكتين وجود كلمة طبقات وعندي كمان ان هذه الطبقات بيتم ضغطها طبقة طلو طبقة يمكن ملاحظة ايوة بنجد حبيبات صغيرة في الصخور اللي بنطلق عليها مسام الصخور غالبا ما تحتوي هذه الصخور على الاحفير وتكون هذا الصخور مسامية اما الجزء الاخير عايزين مثال لأحد الانواع على الصخور الرسوبية وجدت هنا عندي الكلمة الدالة مثل الحجر الكالسي او الحجر الجيري المكون الاساسي منه كربونات الكالسيوم كده تكون انتهت جولتنا ايضا مع الصخور الرسوبية ان شاء الله الحلقة القادمة بنختم انواع الصخور وهنبدأ نتكلم على الصخور المتحولة اراكم قريبا جدا ان شاء الله اترككم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته